اشتركوا في القناة بشأن نتائج تحاليل جديدة اجراها لعشرات العينات من الشاي الموليتاني اثبتت تلوثها رغبا ان بعضها يقول بائعه انه مستورد من اوروبا ووفق المعايير الاوروبية دكتور محمد بابا والسعيد في مقابلة او تصريح لموقع الاخبار انفو قال ان العينات العشر ليست ضمن العينات التي تم اجراء التحاليل عليها سابقا في سنة 2021 واكد انها جميعا تحتوي على مواد ملوثة تتجاوز نسبتها الحد الاقصى المسوح به وفق المعايير الاوروبية سعدنا في هذه الحلقة ان نستجلي حقيقة هذه الدراسة التي اشرها الدكتور محمد بابا والسعيد من خلال احد المخابر الاوروبية والفرنسية ثم نستطلع ايضا ما ردت به الجهات الرسمية سواء حاليا او سابقا بشأن الشاي الموريتاني وانه سليم بالاضافة الى الانتقادات التي وجهت للمعايير التي على اساسها تم اجراء هذه الاختبارات يسعدنا اذا ان نستضيف دكتور محمد بابا والسعيد استاذ الكيميا في الشامعات الفرنسية في هذا اللقاء دكتور اهلا وسهلا بك شكرا جزيلا ببداية ما الجديد الذي اضافه هذا التحليل او هذه التحاليل الجديدة مقارنة بما تم بما كشفتم عنه في التحاليل التي اجريت عام 2021 والتي قالت الحكومة بعد ذلك انها اجرت تحاليل جديدة واكدت ان الشاي سليم وارجعت الامر الى المعايير التي اعتمدتموها شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم الجديد في القضية هو عن اولا من ضاوث ثلاث سنوات الى ما يخصر شي الى تاقتمد على التاعي وتعرف يكان وطرالو شي هذا من ناحية من ناحية اخرى الجديد الملي هو عنا عدلنا دراسة عدلنا فحوصات جديدة على اعشار عينات منتقات بطريقة عشوائية طريقة عشوائية في العينات غير مملية من ناحية جغرافية اقبلنا الشي من الاتاي من الواذيبو ومن الشامي ومن الواكشوك ومن تيقنت ومن الروسو حصلنا على حوالي ستين علامة تجارية وبغناها كاملة وطريقة انتقاء العينات اللي هي اللي لاي نشرح لكم خارقين عينتين شبنا عنهم مكتوب عليهم عنهم شاي الصين يغير عنهم جايين من دول مجاورة واحدة عينا جاي من الاسبرمس وعينا جاي من عيون الصحراء هذو العينات مثلا مقدمين تجارهم عنهم ما هم من السوق الموريتاني وبكل مناسبة قدوا عودوا أغلى أغلى ومملي قدوا عودوا وخاضوا على فحص خارقين الصلاة همين عينات خرق اخترناها من ذلك اللي بقى بطريقة عشوائية هذو معدرينه لاش؟ معدرينه عن إحصائيا حسب علم الإحصائيات هذين يقبل رقاج عينة من مجموعة وتعوديك العينة مثلا حجمها يقود لباس به مثلا حوالي عشرة في مئة ووضع شيئا كنبتو هذين تعود منتقات بطريقة عشوائية ذاك اللي يجبر فيها يقد يعمم على المجموعة كاملة هذين الناس كاملة تعرفوا نحن ما نقدو ما نقدو نفحص العينات الستين من اللي بسعره وذين ما نقدو باطن عدلوا ذاك لكن قد عدلوا للدولة وعدلتوا من اللي ندوروا لنا رجوع المهم عنه الجديد هو هو عنا 2021 قبلنا عشرة عينات فيها خمسة قبلناها حسب استخدام كامل هال المواطنين عدلنا مثلنا التحقيق ظهرنا عن خارقين خمسة أكثر استخدام وخارقة خمسة مقبوضة بطريقة كانتها عشوائية هذا كامل المذيور منه أنه يكون النتائج اللي راينا من درعي كان نقدو نعموهم أم لا إحصائيا نقدو هذا قد جاء وقع على الموالي التساؤل والله قدر من الشكاليات المطوحة في هذه القضية الجديد الأخر الموالي هو عنا والله عني أنا قررت عني أن نسمي العلامات التجارية المرة الماضية ما اسميته ما اسمينا عددها وعدلنا نوع من نوع من كدات أرقام أرقام وهذا عنده عنده سلبية هو عن الناس الناس اللي ما تسمي لها الورقة اللي تستعمل يعود هذا كين ونظري عندها و تقول هذا قاعد يقول ما يعنيني أنا بالوقت اللي نحنا النتائج اللي يجبرنا كيف تصرحت الكومارك تقول تعمم علتها كامل إذن ما فهم شي ما فهم شي من هسارك والله في الحقيقة الأمانة ني أنا إذن مشيت بهذه العينات العشرة التالية بالله ما ننتقيتهم كنت متمنى أن تعود فيهم واحدة سليمة لو كانت فيهم واحدة سليمة إذن نطرحي إشكالي ونقول هذه قدعود ما يعمم وهذا كده هذه عشرين عينة ما فيها واحدة سليمة ولا فيها واحدة فيها أقل من أثلة أثلة مواد ملوثة ومتخطية بياسر الحد الأقصى لمسموح به هذه هما مستجدات طيب ولكن طرحت أسئلة سمعنا تصريح لحد المسؤولات الرسمية أشارت إلى أن المشكلة تتعلق بالمعايير والمنهجية التي اعتمدتم في هذا الفحص أو هذا التحليل أولا هذه المعايير معايير أوروبية هي معايير متشددة ومثالية بينما غالبي الدول الأعالم لا تعتمد هذه المعايير وتعتمد معايير أخف منها وأن الملوثات منتشرة في المواد الصناعية بمختلف ألوانها ومن الصعب التحرز منها وبالتالي الموضوع فيه مستوى من اعتماد معايير متشددة ليست معتمدة عند غالبي الدول العالم وبالتالي هي معايير أوروبية ولكن العالم واسع أيضا ليس غربها فقل والله والله يلاحق هذا قطر عنه قطر عنه وارد يغير أولا خارج المعايير الأمريكية معايير من المعايير الأوروبية هذا يعدل عن الناس المتشددة كيف ينقال ياسر أقبل ذلك المبيدات والله الملوثات اللي جبرنا نحنا مبيدات حشرية ومبيدات ضد الأعشاب الضارة وهذه جزئات كيموية الكيميا الكيميا المواد الكيموية خطرها دائما يظهر عشر سنوات والله خمسة عشر سنة عاقب بشكل تراكمي بشكل تراكمي ويظهر مولي لمدة بذلك المناسبة في أوروبا اللي كل خمس سنوات يعيدوا يراجعوا يراجعوا ولقد شاهدنا فر هذه المادة ملوثة تزاد تزاد حد العقصى دائما يكتشفوا عنهم كانوا مقصرين متهاونين معهم أوروبيين اللي أرواقيش كيفتنا قدوا عودوا مجابلنا قدوا عودوا ومتن منهم والله مناعتنا والله غير قاع هو نحنا الهدف الهدفنا ما هو قاع عنا نطبقوا المعايير الأوروبية هدفنا عنا نعتنا عن الشاي اللي عندنا نملوث بهاللي خالقين خالقين مواد الحد الأقصى الأوروبي اللي متشدد متخطيته والله نسبة هذه المواد عيادة الحاق هضاع 10% هضاع 10% معناها عنه أكثر من الحد الأقصى 110 مرة وهذا ما معناها عنه ومعناها استخدروا عقلاً يكون معياراً عندها دولة أيوة عقب ذلك نحن قاع الخطة اللي نركصوا عليه هو أنه يعودوا عندنا معايير نحن وطنية يعودوا عندنا مختبرات وتعود عندنا آلية نحن هذا اللي عدلنا لا إياك نحسوا الرأي العام وملي لعا ذاك صح نحسوا السلطات ونعتولها عن هذا هذا خطر هذا الشيء قطعاً عنه ملوث من دراسة كانوا لاحق معايير نحن هو على كل حال ظهر عن كل مادة فيها على الأقل 13 مادة يعني كل عينة فيها على الأقل 13 مادة ملوثة وفيها على الأقل أثرة مواد متخطية لحد الأقصى بياسر هذا بعد على الأقل يعود إذا هذا مؤشر هذا مؤشر هذا هو هدفنا نحن نحن مهامنا نعود في بلاد الدولة نحن عدلنا من حال يكاننا نعتو مثلاً بالتحاليل وتحاليل معدلين بمختبرات اعترفت الحكومة عنهم عنهم مختبرات معتمدة وكفة وهذا ظهرنا عنه كافي لإياك الحكومة تقبل تقبل إجراءات وإياك من الرأي العام يعود يعود واعي خطر خطر قطية طيب الحكومة حتى الآن لا يوجد يعني رد رسمي هناك تصريح لهذه المسؤولات في وكالة الوكالة الجديدة التي استحدثت تحديثاً وفي عموم حديثها مستوى منها الرد على هذه الدراسة في عموميات يعني من ضمنها ما يتعلق بالمنهجية والمعايير أن هذه المعايير متشددة من ضمنها أن هذا الشيء الذي يتقل موريتانيا يتم فحصه وأنه مطابق لدستور لا أعتقد تسميه دستور الغذاء العالمي وهو الملزم لموريتانيا وأنه في النهاية المعايير الأوروبية ليست ملزمة لموريتانيا ولا لبقية دول العالم وبالتالي هناك حديث أنه في النهاية هذا التخويف هذه الدراسة أنه في النهاية فيها مستوام التخويف المواطنيين وأرعابهم في موضوع غير مؤكد في موضوع في النهاية محل نقاش في موضوع معايير غير متفق عليها نحن ما ندره هدفنا ما هو تخبيل الناس هدفنا هو تحسيس الناس أه ذي اللي قلنا أعطينا عليه بينات أعطينا عليه أرقاء أعطينا عليه فحوصات ذو كما معادلين في مختبر عالمي ومعترابي الحكومة قالت عن ما في مشكلة وعن الشاي سليم ما هو سندها هذه إشكالية كبيرة اسمح لي حكومة أجرت هذا في سنة 2021 وأنا شرحت أعتقد في سنة 2022 وقالت إنه تم وفق فحوص أجريات في مختبر وأسمة المختبر في فرنسا وأن هذه اللتائج وهذه التحاليل أثبتت خلوة الشاي من هذه البلوثات أنا نختار لك بعض دقيقتين والله لا إلي أن نشرح قضية هذه هذه الفحوصات التي عدلت الحكومة في 2021 قام منتدى الخبراء الموريتانيين في المهجر وعدل دراسة كيفة الدراسة التي عدلتها ناركا وفي حص عشار عينات تكلمت لكم عنها ناركا لوقت العينات العشرة جاء ملوثين كاملة ما في هالشي قدي سند على الشي وقام المنتداء وتصل برئيس الوزراء وقال له نحن هذا أرى هو جاي على ثلاثة بعد هذا جاي أصلا على ذلك القضية اللي خلقت في مالي دولة مالي نجاو يرى تلوث ماركة عشرة وإشاعة بشأن تلوث أيضا إذا نخلق ذلك أسمح لي نجاوب على تقوم بهذه الدراسة نقوم بهذه الدراسة على تلك ما لما نعدلوها على الفارين السبب ذلك هو أخلق ذلك الساعة خلقتي شاعة عن عشرة فارق ماركة معين عن ملوث ذلك الماركة في مالي نفس الماركة موجودة وغيرتها على مواطنيننا وبما أن مالي عندنا وسائل نتصل بمختبرات مؤتمدة قررنا عنا نضحصتها ونجيب أخبار وإلينا فحصناه إذن جاونا المؤشرات الأولى اللي ظهرنا عنها خطيرة تنفلنا على التصلنا برئيس الوزراء وقلنا له نحنا جاونا قام حالنا لوزيرة التجارة واتصلنا بوزيرة التجارة راهي لكساعة للعلمة للمشاهدين وعدل التصريح لكساعة قدام البرلمان عنا راهي الحكومة اللي يتعدل فحص والنتائي كاملة جبرا عنه ملوث والموريتانيين وهذا الفحص طه سنتين ما ما سنة وشي بعد لكن الفحص قاع هي تقع العينها على الفحص اللي أعدلنا نحنا ولهتو نتايج وقاع يكساعة ما فتنا شرحناها عقبنا سابق بعد قاع الإعلان اتصلنا بها وعدنا معها زم هايك ساعة بترة كورونا عدنا معها زم وشرحنا لها بالجدا وظهرنا عنها استعدى لإنها تفاعل معنا وعينت النار وقيش عنها نسق معها عقبنا ظهرنا عن الكامل مملي برت ورا هي قاتلنا من دوركم نتعاونوا علي القضية إليان يكاننا ما يخلقوا التهويل ولا يخلقوا ومملي أراني متحملة لكم عن الحكومة اللي يتعدل دراسة أشمل من اللي عادلتهم اللي يعودوا العينات كاملة وله يمملي اللي يمملي اللودو للملوثات كاملة نحن عدنا قبيلة واحدة من الملوثات هي الملوثات الحشرية ضد العشاب الضارة تاي فيه أربع قبائل ملوث الهاصلة ومختبرات مختبرات متخصين بهذا وكلهم عندهم مصطرة ذيكية حاصلة الملوثات اللي قلت لكم القبيلة الثانية هي ذا اللي قالوا المعادن الكذيبة اللي هو الرصاص اللي هو الزئبق واللي هو الزينغ واللي هو الكاديميوم والقبيلة الثانية الثالثة هي اللي قالوا الملونات هاللي تاي تعرفونه عيود عاقد وماللي روايات خرين يعدلوا يعدلوا رقوت متين وذلك الحال والقبيلة الرابعة هي إفرازات يخلقوا عن الخمورية عن التعافل هم اللي جابوا ليكساعة ليكساعة في عاشورة هؤلاء 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 من خلال التخزين يعني أيوة من خلال التخزين فعلا من آثار التخزين فعلا قالتنا عنها أن الدراسة هذه هي تتناول هذا كامل وهذا مهم عندنا نحن كعلميين وماذا لكم هذا نتائج ومعلومات مهمة حتى قالتنا مملي ليكساعة والله اخترحنا عليها عن هذه قضية التشليلة مملي عنها اللي هين قدوا نتحقوا منها عنها نقلصوا المختبر ونقولوا له عنه يقبضوا شمنتائي ويشلوا يبحثوا سابق التشليلة وعقبها إذن عادت دراسة علمية شاملة وهذا عندها فيها الحق أولا نحن مهم عندنا وهي مملي ليكساعة أنا هذه المعلومات هذه الفحوصات اللي جبتونا فحوصات معدلتهم معدلتهم جهة ما هي رسمية ولن قدوا نواجه بيها التجار ولن قدوا نواجه بيها الرأي العام ولن قدوا بيها اللي فهم تلابسات والله ملابسات دبلوماسية وذلك الحال ونختار اللي نعود عندي الشيء جاي من عند الحكومة ونقولها والله ومتعاونين معها وجيتانا هون انتدى بني المنتدى خبراء المنتدى وجيت هون وجيت المسؤول اللي دارت اللي دارت نبصيلة وعدلت معاهم مصطرة الطريقة اللي مهلنا نقضوا العينات ومشاوا هون وجمعوا العينات اللي في السوق كامل يحيليك ساعة سبعة وخمسين عينا وداروهم الصناديق والمهم عنهم مشاوا تخالفنا شوي على طريقة طريقة النقل اللي هذا ياسر من هذا الصناديق والله الاربعة وقناروا عنهم نختارهم يعودوا يمشوهم في البريد المهم أن تخالفنا شوي ديكساعة معاهم ودخلوا عنا في ظلمة دخلوا عنا وفوة ديكساعة كانوا ثلاثة شروع على ربعة ما جاءوا النتائج في الوقت اللي انا الشهر الماضي في فرنسا وطرحت العينات العشرة واربعت أيام وضع خمسة عقباك جاءوا النتائج ما فهمناك بال والمهم عنهم مهلا ندخلوا عنا في ظلم وتمينص عقباك قال قال مدير مدير الجودة مدير مصلحة الجودة الجودة الآن مستشار بالرئاس ووزير مستشار بالرئاس وإعلان الكساعة قال نرى هو النتائج جاو وأنهم اللي ينتشروا وأن اللي حاصر عن نشرهم اللي عن الوزيرة متغيبة وأن هلين ترجع اللي كامل ينتشر وأن على كل حال ماذا مشكلة وعينا عقباك سبوع وزير المهم عن هذه الأخبار اللي عندنا من من هذه الدراسة أنا معتبر عن هذا طيب ولكن اسمح لي بعد ذلك الحكومة أعلنت بشكل رسمي من الدراسة وجريت وأن الشي سليم أيوه غير هذا ماو كافي الحكومة والله اللي كلامها المفيد حتى اللي قطعنا عنه يجد يعود أهم من كلامنا نحن غير هذا هذا وقضايا علمية ولا يقد حدي نحن جبنا لهم جبنا لهم جبنا لهم بحوصات مهلا مرقمة وذلك هي مهلا منشورة مع علمات محلية أيوه ما يقد حدي يجي ويقول هذا هو مافيشي يا الله قويل على الأقل ينشروا اللي اللي جبروا أيوه اللي فهم اللي رواية أخرى الوزير الوزير الحالي صرد مجموعة وصردتها قاعم الملي المسؤولة اللي 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 تكلمت لمالو ياسر صرد مجموعة من المآخة قال عن الدراسة اللي عدلنا نحن ذيك الساعة والدراسة اللي عدلنا راك انها انتقعد شاي به شوي ذاك اللي العلم الجمهور عن الدراسة اللي عدلت الحكومة واللي قالت عنها ما اعتمدع ليها هيك تقول عن الشاي انه مافي مشكلة المسطرة اللي اللي تبعتيك ساعة هي نفس المسطرة بين اللي نحن هم اللي معدلين هم اللي عدلت لها المسطرة اللي مشات عليها وهي نفس المسطرة اللي اعتمدت في الفقصين الأول والثاني حق بعض هي قضية عدد العينات وقضية عنها ما تمثل وعن ما يجدوا عمم هذا نفس الشيء معناها عنهم هم ملي قولانهم عن عن الشاي ما فيه مشكلة هذا قاعدين ولا على اساس نفس الدراسة وملي جاء لنفس المعايير إذن ما يجد نحن نقال أننا ما يجدوا تعموا وعودوهما يجدوا يجدوا يعموا وإذا كامل معتمد على نفس الدراسة ونفس حكم المختبر إحنا هم اللي أعطيناهم أذرت عناوين مختبرات وخطروا منهم واحد مختلف يعقير بعد اللي نفس نفس الشيء يعني معتمد طيب الآن استجد جديد هنا الحكومة منذ منذ أشهر تقريبا منذ سنة أنشأت وكالة معنية بسلامة الغذاء والدواء طبعا هذه الوكالة لا تزال وليدة ولكنها أنشئت وعلى المسؤولة التي تحدثت قبل أيام أيضا لها صفة في هذه الوكالة لا يعني ذلك أنه في النهاية الإجراءات الرسمية بشأن فحص الأرضية والأدوية بدأت وأن الموضوع بالنهاية ما هو مفتوح ما منطقي عن دولة يجيها ذا من المنتجات وتعود ما عندها عنها خبر وتعود فيها ذا من الملوثات وتعود ما اكتشفت وتعود المنطق شوي فيه في مستوى من تشكيك من هذه الناحية وهذا الأمر غير منطقي لا يمكن أن يتجاوز تتجاوز هذه الملوثات كل هذه المراحل مرحلة الفحوص مرحلة المراحل التي تأتي وسمعناه وزير الاتشارة قبل أشهر تحدث أيضا عن هذا الموضوع عن الحكومة لديها إجراءات واضحة بما يتعلق بما يستورد من أدوية وأغذية وتتأكد منها بأليات مختلفة وبطرق مختلفة قبلية وبعدية هذه الوكالة فعلا وعدلت وأنا بعد محييها هي الرواية مهمة وعدلت المرحلة وظاهر لي عن ذلك الذي عددنا نحن بإضافة على هذه الهيئات كاملة التي تنشط في هذا الميدان بما في ذلك المنتدى المستهلك الموريتاني ظاهر لي عن ذلك التحسيس وذلك شكل وعدلت كاملة عقبت وصلت لهذه النتيجة ساهمت في إنشاء هذه الوكال ومهمة وهي مهمة ظاهر لي عن الدكتورة المديرة المساعدة كانت في اللجنة العلمية لمتداحة المستهلك المتداحة وحضرت ساعة أو الحملة التي عددنا لك ساعة المهم هذه بداية مهمة يا غير فهم نقطتين أولا ما هي كافية بهذه المختبرات المختبر لا يتعاد مفاعل أنا استدعاني الوزير النمس عقب نشر هذا وهذا جبرت مع حوار مدة ساعة ساعة ونص وطلعت على ذلك وقطعا عني ترفع عن أخلق شيء مهم يا غير نحن أنا اللي داير نقول أن مانا في حالة طبيعية يلو كان التلوث معه خالق والله لا شوي نقوله الوكالة راهي مكيف هنا خلقت ويعطيها السنة تعين وضع هذا وضع ربعة نحن في حالة حكما حالة طوارئ وهذا مان دور نهول ولا دور يا غير النتائج اللي شبنا نحن الشاي ملوث إذن الحل هو عن يوقف استيرادتاي ولا يتلاجي منه يكون شيء عنده عنده شهادة سلامة أغرامة متوفرة الحكومة الآن متوفرة كامل يستورد منه ما أنا بعد ما قط شفتها أنا بعد ما قط شفتها ومالي قبيل نعتوها قبيل نعتوها نعرف عن خالق واحد خالق واحد من العينات اللي جاية من أوروبا من الأسبالماس بخوا بيان وشرحوا فيه المصطرة اللي تتبع اللي تتبع اللي تتبع أوروبا بوه نحن نقدو ما نعدلو ذا اللي تعدل أوروبا بحيذيات ويا غير بعد مالي نقدو الآن نقتبسوا منه به اللي نعتبر عنه مشد دقاع يا غير بعد بفايتو هو عن يا الله مادة تتعامل مع مختبر والله جهة مؤتمدة عالمياً وتعود عندها عندها ممثل مثلاً في الصين إلى عاد قضيتتي ويعود ما يمشي ما يمشيش إلىه يكون ذات محص هذا هو اللي يعدلو طيب دكتور إذن لكي يقطع الشك باليقين كما يقال ما الإجراءات المطلوب حتى نخرج من هذه الدوامة يعني شكوك مظهرة بالشأن الشاي والشاي نعلم جميعاً أهميته وحيويته بالنسبة للمواطنين المواطنين الذين أعتبرونهم مشروباً مقدساً ولكن شيئاً مهماً في حياتهم اليومية ومن الصعب عليهم حتى يستجيبوا لشكوك المثارة بشأنه الآن المطلوب 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 هو عن نطمئن الناس نطمئن الرأي العام الرأي العام ما يقد يطمئن يكون بشي ملموس لكن الشي شنهو هو فحوصات إن أعطونا فحوصات يظهر فيها عن الشي ما هو ملوه حتى بالنسبة للمعايير العالمية هذه الحكومة مانعها من تنعات الفحوصات الوحدة والله انتين والله عشرة كيف عدلنا نحن وتقول لنا هذا نتيجة له هي وتقدم مليته عمم والله مملي عادوا معتمدين على ذلك الدراسة اللي عدلوا إن أعطوها مملي شنه منطقياً شنه مصلحة الحكومة في أنها تغطي مثلاً على شيء غير سليم أو هي تتساهل في شروط صحية من قبل هذا هذا الأمر يحتاج تفسيراً وجهة نظارك ما عندي وجهة نظارك بالكي هي قاطعة يا الله تسوّل عن الحكومة الحكومة يا الله تسوّل عن لماذا تغطي على هذا وعندين يقولوا كلا التجار والحال على كل حال الحكومة يا الله طمأن رأي العام أنا قام هنا عندي لا رأي العام ونعود ونشوفوا عن هذا الشي عن ذي اللي قلنا نحن عنه فيه مبالقة هو ما يقدعه تكذب بين اللي احنا عندنا عشرين تقرير وخوناها وجاية كما هي جاتنا من عند المختبر اللي قات الحكومة عنه مختبر معتمد إذن ما يقدر حد يقول هذا الشيء سليم فم قضية المستويات قضية من در الحد الأقصى شين هو الحد الأقصى على كل حال نحن هذو الملوثات الثلاثة نشربوها نشربوها في كل كالس إذن والله وإذن تتراكم تقولنا الحكومة أنتو ما تقولوا عودوا صبار والله خارق لكم والله عندكم المناع على كل حال نحن نشربوه وتتراكم فينا إذن لطباء وتوافقين كاملين وإذن نفهم للتسمم المباشر وفهم للتسمم التراكمي التسمم المباشر نقولوا عنه ما هو خارق بهالي إنه كان خارق نعود دخلينا كاملين لغير بعد التسمم التراكمي لأننا نشربوها مرات في النهار قطعا أنه خارق من درايا كان ليعود الأوروبيين يقضوا يحانوا عشر سنوات ونحن نقضوا عشرين سنة لذلك على كل حالة نحن نعتبرين عن هذا كامل البشر وأن ما يا الله مالي نسقاو الملوذات جس بحجة عنا مانا عنا مانا أوروبيين وعليه أبغي نشرب السمم شكرا جزيلا لدكتور محمد بابا سعيد أستاذ الكيميا في الجامعة الفرنسية على مشاركته معنا في هذه الحلقة وشاهد أي كرام أقول إليكم بتحية فريق البرنامج وإلى حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة